ازايكم عاملين ايه? النهاردة نتكلم على بيتامين سي. بيتامين سي من اهم الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها. اه لانه مهم جدا مسلا تصنيع الكولوجين اللي بيكون موجود في البشرة وفي الشعر. اه مهم جدا للجهاز المناعي لانه هو مضاد للاكسادة. مضاد للاكسادة يعني بيحمي الجسم من بعض الجزائيات اللي بتكون موجودة فيه وبيكون لها قدرة على التفاعل عالية جدا بدون تحكم. فمع الوقت الجزائيات دي بتقدي لتدمير الانسجة اللي موجودة فيها. او او ضعف الجهاز المناعي. يعني مثلا اه في حالة نقص بيتامين سي ممكن يكون فيه جفاف البشرة. اه ضعف لبصيلات الشعر. وطبعا ضعف في الجهاز المناعي. طيب مصادر بيتامين سي. بيتامين سي متوفر في مصادر كتير جدا غير البرتقان واللمون. اه بيتامين سي موجود في اه نباتات خضرة كتير زي السبانخ. اه الفجل. اه الجرجير. اه موجود في البروكولي. وموجود في فواكه تانية برضو كتير زي الكنتالوب. البطيخ. اه الفراولة. موجود فيه التفاح. طبعا اذا فيه حاجة البيتامين سي بجرعة اكبر ممكن تتاخد مكويات الغذائية او في صورة فوار او في صورة الراس. لجن كلامنا النهاردة. شكرا واشوفكم مرة جايه ان شاء الله.